اسم الدرس أتعرف شبه المنحرف وأرسمه رابعاً ألاحظ الرسم التالي أرسم مستقيماً صاد يقطع العين من أضلاع المستطيل للحصول على رباعيين متقايسين في شكل شبه منحرف الإجابة للحصول على رباعيين متقايسين في شكل شبه منحرف أعين على التوالي نقطتين سين وشين الأولى على ألف باء والثانية على دال جيم حيث ألف سين يساوي شين جيم سين وشين نقطتين من المستقيم صاد هكذا نكون قد تحصلنا على رباعيين متقايسين ألف سين دال شين وسين باء شين جيم خامساً ألاحظ المثلث متقايس الضلعين ألف باء جيم أعين على التوالي نقطتين كاف ونون الأولى على ألف باء والثانية على ألف جيم حيث ألف كاف يساوي ألف نون الإجابة باستعمال البركار أو المسترة نعين نقطتين كاف ونون متساوية البعد عن الرأس ألف ما نوع الرباعي جيم باء كاف نون الذي تحصلت عليه؟ الإجابة الإجابة الرباعي جيم باء كاف نون الذي تحصلت عليه هو شبه منحرف أعلي الإجابة الإجابة لأن له أربعة أضلع إثنان منهما متوازيان غير متقايسين جيم باء يساوي كاف نون وإثنان منهما متقايسان غير متوازيين باء كاف يساوي نون جيم أبحث عن محور التناظر فيه الإجابة محور التناظر لشبه المنحرف جيم باء كاف نون هو الموسط العمودي لجيم باء وكاف نون في الآن ذاته سادساً قطعة المستقيم ألف باء قاعدة لشبه منحرف ألف باء جيم دال قيس ارتفاعي بالسنتيمتر 3.5 أعتمد هذه القطعة في كل مرة لرسم ألف شبه منحرف في حالة عامة باء شبه منحرف قائم الزاوية جيم شبه منحرف متقايس الضلعين الإجابة قبل البدء في رسم المطلوب دعونا نلقي نظرة في خصائص الأنواع الثلاث لشبه المنحرف عن طريق بصها من خلال الجدول التالي شبه المنحرف العام له أربعة أضلع من بينها ضلعان متوازيان غير متقايسين له قطران غير متقايسين يتقاطعان في نقطة له ارتفاع يمثل البعد بين الضلعين المتوازيين له أربعة زوايا غير متقايسة مجموعها يساوي 360 درجة مجموع الزاويتين المتتاليتين ألف باء ألف دال ودال ألف دال جيم يساوي 180 درجة والزاويتين المتتاليتين جيم دال جيم باء وباء ألف باء جيم يساوي 180 درجة شبه منحرف متقايس الضلعين له أربعة أضلع اثنان منهما متوازيان غير متقايسين واثنان منهما متقايسان غير متوازيين له قطران متقايسان يتقاطعان في نقطة له أربعة زوايا متقايسة مثنى مثنى مجموعها يساوي 360 درجة الزاوية ألف باء ألف دال مقايسة للزاوية باء ألف باء جيم والزاوية دال ألف دال جيم مقايسة للزاوية جيم دال جيم باء مجموع الزاويتين المتتاليتين ألف باء ألف دال ودال ألف دال جيم يساوي 180 درجة والزاويتين المتتاليتين جيم دال جيم باء وباء ألف باء جيم يساوي 180 درجة شبه منحرف قائم الزاوية له زاويتان قائمتان ارتفاعه يمثل الضلع العمودي على القاعدة الكبرى له أربعة زاوية منهم اثنتان متقايستان تقيس كل واحدة 90 درجة ومجموع كل الزاوية يساوي 360 درجة ألف رسم شبه منحرف في حالة عامة نرسم مستقيم عمودي على ألف باء نعين عليه النقطة جيم بحيث تبعد على ألف باء 3.5 سنتيمتر ثم نرسم مستقيم آخر يمر من النقطة جيم يكون موازي لقطعة المستقيم ألف باء وعمودي على المستقيم الأول ثم نعين عليه النقطة دال في النهاية نقوم بربط جميع النقاط ببعضها البعض لنتحصل على شبه المنحرف العام ألف باء جيم دال باء رسم شبه منحرف قائم الزاوية نقوم برسم قطعة مستقيم باء جيم قيسها بالسنتيمتر 3.5 وعمودية على ألف باء في النقطة باء نضيف الزاوية القائمة الثانية في النقطة جيم من ثم نعين النقطة دال ونتم رسم الضلع جيم دال الموازي للضلع ألف باء جيم رسم شبه منحرف متقايس الضلعين نعين نقطتين سين وصاد على قطعة المستقيم ألف باء بحيث ألف سين يساوي صاد باء ثم نمرر من كل النقطتين مستقيمان عموديان على ألف باء قيس كل منهما 3.5 سنتيمتر وفي نهايتهما نعين تباعاً النقطتين دال وجيم ختاماً نقوم بوصل النقاط الأربع ألف باء جيم دال وهكذا نكون قد تحصلنا على شبه منحرف متقايس الضلعين ألف باء جيم دال قيس ارتفاعه 3.5 سنتيمتر ترجمة نانسي قنقر